ومن موسكو ينضم إلينا الدكتور أديب سيد الكاتب والمحلل السياسي دكتور أديب بهذا الاتهام الروسي الواضح لتركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص اتفاق سوتي حول إدلب السورية ما تأثير ذلك على تفاهمات بين الطرفين التركي والروسي في سوريا هل سيتأثر؟ مساء الخير بداية يعني الإعلان الروسي وتجديد توجيه الاتهام لتركيا بأنها لم توفي بالتزاماتها يعني أن الجانب الروسي لا يزال مصرا على ضرورة الفصل بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية وهذا يعني أن هذا المطلب لا يزال مطلوحا على الطاولة إضافة إلى الإصرار أيضا على إقامة منطقة آمنة لكن في ظل هذه التطورات نرى أن روسيا صعدت على لسان الناطق بإسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف اليوم يعني خطابها الموجه لتركيا وقالت حيث قال بيسكوف أن المسلحين حصلوا على أسلحة متطورة وخطيرة صحيح أنه لم يشير إلى تركيا بالإسم على أنها مصدر لهذه الأسلحة ولكن من المفهوم أنه لا يوجد الآن مصدر آخر غير الحدود التركية لموصول هذه الأسلحة المضادة للطائرات والتي تهدد ليس فقط الطيران السوري بل وكذلك الطيران الروسي كذلك دكتور المرصد السوري للحقوق اللي سنتحدث عن أن القوات الروسية شنت غارات جوية على مناطق تمركز القوات التركية في جنوب إدلب ماذا يعني ذلك برأيك؟ يعني حقيقة الإعلان الذي جاء أو التصريح الذي جاء على لسان سيرجي فرشين أمس نائب وزير الخارجية بأن روسيا ستواصل تقديم الدعم للجيش السوري في تصديه الإرهاب بالحقيقة يندرج في إطار المفهوم الروسي بأن الجماعات الإرهابية لا ينطبق عليها وقف اطلاق النار وإن أي أهداف ستكون قريبة من هذه الجماعات وإنه حتى في حالة احتماء هذه الجماعات بالقوات التركية فأنها ستبقى هدفا مشروعا للطيران الروسي صحيح أن روسيا لم تعلن عن هجمات موجهة ضد القوات التركية ولكنها في نفس الوقت تشدد على ضرورة التصدي للأهبيين وتطالب تركيا بأن لا تؤمن لهم أي غطاء وأن لا تزودهم بالأسلحة هذا نهيك عن أن وزارة الدفاع الروسية أيضا أشرت أو كذبت بالحقيقة التصريحات التركية حول وجود ملايين النازحين الذين يتوجهون صوت الحدود التركية من موسكو أشكرك شكرا جزيلا دكتور أديب سيد الكاتب والمحالل السياسي